فيتوريو أريغوني ناشط سلام إيطالي في قطاع غزة عثر على جثته في إحدى الشقاق في القطاع بعد اختطافه من قبل جماعة مسلحة تطلق على نفسها سمسارية الصحابي الهمام بن مسلمة مصادر في حركة حماس أكدت مقتل الناشط الإيطالي بعد اقتحام شرطتها الشقة التي كان يحتجز فيها وقالت إنه عثر عليه مقتولا خنقا وإنها اعتقلت اثنين من الخاطفين تستنكر الحكومة الفلسطينية الجريمة البشعة التي لا تعبر عن قيمنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا وتؤكد أنها ستلاحق باقي أفراد المجموعة وستنفذ القانون بحقهم وكانت الجماعة التي أعلنت مسؤوليتها عن اختطافه من خلال هذا التسجيل المصور الذي بثته على موقع يوتيوب هددت بإعدامه ما لم تفرج حركة حماس عن جميع المعتقلين لديها من أتباع السلفية الجهادية وعلى رأسهم هشام السعيني والمعروف بأبي الوليد المقدسي أمير تنظيم جماعة التوحيد والجهاد في قطاع غزة من جانبها دانت الرئاسة الفلسطينية اختطاف الناشط الإيطالي الذي يعمل لدعم القضية الفلسطينية كما جاء في بيانها وقد برز في التسجيل المصور عدد من زعماء التنظيم السلفي الجهادي الذين قتلوا خلال مواجهات مسلحة مع إسرائيل أو مع حركة حماس بينهم عبداللطيف موسى زعيم تنظيم أنصار جند الله الذي قتل في مواجهة مسلحة مع الأجهزة الأمنية لحكومة حماس بعد ساعات من إعلانه تأسيس أول إمارة إسلامية في رفح في أب أغسطس عام 2009 وكانت أول زيارة لفيتوريو أريغوني إلى قطاع غزة في عام 2003 وعمل في مخيم بلاطة للاجئين بمدينة نابلوس وفي عام 2006 حاول العودة إلى الأراضي الفلسطينية لكنه تعرض للاحتجاز من قبل السلطات الإسرائيلية التي أصدرت قرارا بانبعه من دخول الأراضي الفلسطينية وإبعاده منها لكنه ما فتئ أن عاد إليها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ومكث فيها حتى اختطافه وقتله على يد جماعة كانت تريد مقايضته بمعتقلين لها لدى حركة حماس عبدالقادر بلحاج بي بي سي ترجمة نانسي قنقر